بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في قناة انجليزي اعدادي مع مسانة السمان ان شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب المعاصر هنحل الاختبار اللي جاي على الوحدة التالتة الكلام موجود في صفحة 165 من كتاب المعاصر test on unit 3 اختبار الوحدة التالتة listening استماع اول سؤال listen and choose correct answer from ABC or D عندك نص استماع موجود في نهاية الكتاب لو حابب ترجع له ان شاء الله هيكون سهل وبسيط وآدي اجابات الاسئلة الاربعة قدامك بي language functions اللي هي وظائف لغوية وظائف لغوية complete the following dialogue اكمل الحوار التالي طارق is telling تامر about his best friend طارق يخبر تامر بشأن صديقه المفضل تامر بيسأل تارق بيقول what is your best friend's name ما اسم صديقك المفضل طارق بيقوله my best friend's name is وهيقول اي اسم انا هنا قلت احمد هنا تامر بيسأل بيقول what does he look like ماذا يشبه صف لي بقى شكل صديقك المفضل علشان كده هنا بيقول he has got curly hair and green eyes هو لديه شعر مجعد وعيون صدراء تامر بيسأل علشان طارق بيرد بيقول he likes reading and playing video games هو يحب القراءة ولعب العاب الفيديو يبقى هو اكيد بيسأله what does he like ماذا هو يحب ثامر بيقول what is he good at ما الذي هو جيد فيه قال له he is good at playing football هو جيد في لعب كرة القدم wonderful رائع do you think he will be a football player هل تعتقد انه سوف يصبح لعب كرة قدم yes i do نعم انا اعتقد عنشان هو بيكمل هنا وبيقول i think he will be a great footballer انا اعتقد انه سوف يكون لعب كرة عظيم reading comprehension قطعة الفة read the following اقرأ التالي then answer the questions وبعدها اجب عن الاسئلة i have got many friends انا لدي الكثير من الاصدقاء but لكن اكرم is my best friend لكن اكرم هو صديقه المفضة صديقي المفضة he has got short dark straight hair هو لديه شعر مفرود او مستقيم غامق قصير he lives in caliubia governorate with his mom dad and two sisters هو يعيش في القليبية محافظة القليبية مع والده والدته واثنين اخوات البنات his favorite subject is يعني مادته المفضلة هي history التاريخ because he loves learning about the past لانه يحب التعلم بخصوص الماضي he also likes math and science هو ايضا يحب الرياضيات والعلوم he doesn't like art ولا يحب الرسم because he isn't good at drawing or painting لانه ليس جيدا في الرسم والتلوين رسم والتلوين او حتى الرسم بالفرشات his favorite sport is swimming الرياضة المفضلة لديه هي السباحة he goes swimming twice a week هو يذهب لي السباحة مرتان في الاسبوع he is a big fan of liverpool sports club and محمد صلاح هو معجب كبير بنادي liverpool الرياضي وكمان محمد صلاح he always watches football matches on tv هو دائما يشاهد مباريات كرة القدم على التلفاز and sometimes goes to the stadium واحيانا يذهب الى الاستاد in the stadium he watches matches of our national team هو يشاهد مباريات كرة القدم لفريقنا القومي choose the correct answer from a b c or d number one the underlined pronoun he refers to الضمير الذي تحته خط اللي هو ايه هي يشير الى مين من الشخصيات دي لو رجعت الفقرة هنا بيقول he lives in caliubia governorate with هو يعيش فيه محافظة اقليبية مع الوالد والوالدة وكمان اخواته البنات هو بالكلمة عن مين عن اكرم اكرم اللي هو his best friend صديقه المفضف يبه هنقول ايه هنقول اكرم number two the underlined word الكلمة التي تحتها خط اللي هي ايه twice مرتان تعني كام three times ولا two times ولا four times ولا one time هنقول two times مرتين اتنين number three اكرم has got short ايه من الصفة التانية كمان straight hair لديه شعر مفروض او مستقيم short قصير عايزين صفة تانية تكون ذكرت في الفقرة dark يعني غامق ولا blonde اشقر red احمر brown bonnet كان شعر dark غامق كمان قصير ويستريت answer the final questions هاجم عن الاسئلة التالية number four give a suitable title for the passage يعني اعطي عنوان مناسب لهذه الفقرة الفقرة كانت بنتكلم عن مين the writer's best friend اكرم متكلم عن صديق الصديق المفضل لدى الكاتب الهو مين اكرم number five why do you think اكرم sometimes goes to the stadium لماذا انت تفتكن لي ان اكرم بيروح الستاديم ان هو الاستاد احيانا because he watches football matches there لانه يشاهد مباريات كرة القدم هناك number six how often does اكرم go swimming يعني how often اللي هي كم مرة يذهب اكرم للسباحة twice a week مرتان في الاسبوع vocabulary and structure لين 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 تحب ايه من الافعال دي to her father ل والدها يبقى تحب ايه talk ولا talks ولا talking ولا talked talking اللي هو الفعل like او hate او don't like او don't like او hate قلنا كل الافعال دي يجي بعدها الفعل ما ضف له ing خلاص؟ number three the first اول ايه من الكلمات دي on monday في يوم الاثنين on monday morning في صباح يوم الاثنين is science غياء العلوم glass glass هنا بمعنى زجاج او كوب زجاجي اما زجاج المادة الخام او كوب زجاجي bottle زجاجة زجاجة ولا classroom غرفة اللي هي الفصل الدراسي الحجرة الدراسية ولا listen دارس يتكلم عن الحصة او الدارس اللي هو listen بيقول اول حصة في صباح يوم الاثنين هي العلوم شو صفحة مية سبعة وستين number four ayman has اي من لديه ايه من الافعال دي بس خلي بالك هو لما اقول has وبعدها الفعل ده يتغير معناها a smartphone لديه تليفون زكي او هاتف زكي يبقى اي من هاز ايه gets ولا got ولا getting ولا get هنقول has got has got بمعنى لديه او عنده او يمتلك number five people who like something or admire someone are called الناس الذين يحبون شيئا ما او يعجبون بشخص ما اسمهم ايدول fans دي مفردها pan بمعنى طاصة fans مفردها than بمعنى شاحنة hats مفردها hat بمعنى قبعة fans مفردها fan اللي هو المعجب او المشجع number six he wasn't scared هو لم يكن خائفا اخد ايه من الروابط دي he is a brave boy هو ولد شجع and بمعنى و and بمعنى و لا احد اخر يعرفه طيب storm اخبرني بشأن ايه storm عاصفة call يعني ينادي او يسمى او يتصل تلفونيا or advert بمعنى يعلن or secret secret اللي هو سر صديقي اخبرني بسر لا احد اخر يعرفه number eight i always help my sister انا دائما اساعد اختي هاخد ايه من الافعال things at home الاشياء في البيت do تفعل ولا ride يعني تقود دراجة او حصان او ممكن جمل ولا eat تأكل ولا drive drive يعني يقود سيارة او توبيس او اي مركبة من المركبات هنقول ايه do things يبقى انا اساعد اختي دائما في اداء الاشياء في المنزل number nine the little puppy الكلب الصغير couldn't get out of the لم يستطع ان يخرج من a itself as he can't swim لانه لم لانه لا يستطيع ان يسبح pool يعني حمام السباحة park الحديقة او المنتزه ولا view منظر طبيعي او وجهة نظر ولا playground الفناء طالما قال swim يبقى هو كده مقدرش يخرج من حمام السباحة اللي هو the pool number nine number ten دكتور مجلي عقوب has an attractive لديه ايه جذاب everyone loves him الجميع يحبون person يعني شخص personality يعني شخصية personal يعني شخصي يعني امر شخصي ولا personally احنا هنقول ايه attractive personality عنده شخصية جذابة الجميع يحبون number five read and correct the underlined words يعني اقرأ ويصحح الكلمات التي تحتها خط number one can you helping me please طيب هو بيقول هل يمكنك ان تساعدني من فضلك ادي كان نبدأ السؤال بي كان يبقى عايزين ايه الفاعل في المصدر بعد كان او او جملة اللي هي الفاعل بعد كان او كانت بيجي في المصدر وكمان ده سؤال يبقى هنخلي helping دي هنخليها help فقط يعني مصدر الفاعل هادي help number two have he got a mobile هل لديه موبايل طيب هي هنا الفاعل مع الفاعل هي نقول ايه نقول هاز هاز هي got مع هي وشي وات يبقى نقول ايه هاز هادي هاز number three i like english but math انا احب اللغة الانجليزية المفروض تبقى ايه و الرياضية عشان دول ماديتين احنا كده بنعطف مادة ومادة يعني بنضفها بنقول انا احب اللغة الانجليزية و الرياضيات يبقى and number four does he like play باسكتبول هل هو يحب لعب كرة السلة بعد like او love او dislike او hate كل ده بيجي بعد و الفاعل مضاف له ing يبقى playing هادي playing writing الكتابة write a paragraph اكتب فقرة of about 80 words on اه حوالي 80 كلمة على ايه your best friend صديقك المفضل نفس موضوع القطعة اللي احنا اريناها دلوقتي بتاعت اكرم تقدر تبدل كل القطعة دي بمجرد ان كنت تغير اسم اكرم اوكي او حتى تجيبه زي ما هو كده كأنك بالضبط تتكلم عن صديقك المفضل وكمان في عندك نموذك تاني موجود في نهاية الكتاب لو حابب تستعين بي عندنا stop here اللي هو اختبار الازهر المصغر many test on unit 3 for الازهر students supply the missing parts on in the following too many dialogues عندنا many dialogues عن جاوبهم ان شاء الله مع بعض ياسر وعمر ياسر بيسأل عمر بيقول my hobbies are reading and drawing هواياتي هي القراءة والرسل يبقى اكيد هو بيسأله بيقوله ايه what are your hobbies ما هي هواياتك علي بيسأل سام بيقوله who is your favorite sports star ما هو نجمك المفضل هو ايه انا قلت هنا محمد صلاح عايز اقول ميسي رونالدو اي اسم من اسماء اللي هما ايه لعبي كرة القدم او نجوم لعبي كرة القدم او اي رياضة هم بتكلم عن اي رياضة اي رياضة choose the correct answer from ABC or D number one the ايه من الكلمة دي is her that grows above the man's top lip ايه من الكلمة دي هو الشعر الذي ينمو فوق شفاه العليا للرجل beard لحية شن اللي هي ذقن ولا مستاش شنب او شارب ولا بورد هنقول مستاش number two he هناخد ايه من الافعال دي got short black hair هو لديه شعر اسود او غامق قصير يبقى نزين نقول هو هو لديه he وشي وات ياخد ايه has number three Alice is the main in the story يعني Alice هي ايه الرئيسي في القصة character شخصية event حدث ولا blog مدونة ولا paint ألم هنقول ايه لا paint هنا بمعنى يطلي او يدهن paint بمعنى يدهن او يطلي اما paint اللي هي ألم طيب ايه عايزين نقول اني Alice هي الشخصية الرئيسية في القصة number four the ايه من الكلمات دي الصفات man الرغل اللي صفته he saved a lot of people from fire يعني انقذ الكثير من الناس من الحريق يبقى هو ايه كده scary مخيف brave شجاع frightened مرعوب ولا strange غريب هو كده brave شجاع number five i dislike انا اكره ايه من الاختيارات دي فيديو جيمز العاب الفيديو i prefer i prefer reading adventure stories انا افضل قراءة القصص قصص المغامرة يبقى ايه dislike انا اكره ايه play ولا to playing ولا plays ولا playing هنقول playing نفس الملحوظة اللي احنا لسه اليها الافعال like we dislike we hate we love we prefer كل دي افعال بيجي بعدها الفعل مضاف له ing number six howdy is good at هذه يعني جيد فيه جيد في ايه painted ولا painting ولا to paint ولا paints good at painting جيد في الرسم يجي بعدها ايه نوم او فعل مضاف له ing write a paragraph عن النجم الرياضي المشهور لك احنا كتبنا كزا مرة عن النجم محمد صلاح وموجود عندك نمازج كتير جدا جدا عن النجم محمد صلاح تقدت تاخد خمس غمل فقط وهتكتبها هنا للparagraph المطلوب منك بعد كده عندنا صفحة موجودة بالكتاب عندك بالعرض صفحة 169 you will choose the correct answer from a b c or d to complete the following dialogue اختار من دول a او b او c او d علشان تكمل ال dialogue عمر is asking kareem about his about his favorite sports star عمر يسأل كريم عن النجم الرياضي المشهور لديك او المفضل لديك عمر بيقول good morning صباح الخير how are you كيف حالك هيرد يقول له good morning i am fine thanks طيب عمر بيسأل سؤال ايه من الاسئلة دي اللي هنختاره علشان كريم يرد ويقول محمد صلاح يترى ايه السؤال هيقول له who is your english teacher من هو معلم اللغة الانجليزية لك ولا what's your favorite sport ما هي الرياضة المفضلة لديك who is your favorite sport star من هو النجم الرياضي المفضل لديك who is your uncle من عمك اكيد طبعا هيسأله هيقول له ايه who is your favorite sport star اوكي طيب كريم هنا بيقول خلاص هو جاوب اهل محمد صلاح عمر بيسأل كريم بيقول له what sport does he play مرياضة التي يلعبها محمد صلاح بيلعب ايه he plays the guitar يعزف على الجيتار he plays football هو يلعب كرة القدم he likes english يحب اللغة الانجليزية he plays for egypt يلعب لصالح مصر شوه بيقول له بيلعب ايه قال له football عمر بيقول له كريم what does he look like طالما قال look like يبقى يشبه عايز وصف وصف محمد صلاح هيقول له ايه he has got he is sensible هو حكيم ولا he is fast سريع هو يسجل اهداف هو طالما بيسأله عن الشبه يبقى يقول له اوصاف مثلا اه اوصاف الوجه او الشعر او الدقن وهكذا يبقى يقول له شعر مجعب عمر بيسأل بيقول ايه من الاسئلة دي عشان كريم يقول yes he scores a lot of goals هو يسجل الكثير من الاهداف يبقى اكيد هيسأله هيقول له ايه is he kind هل هو طيب لا does he like video games هل هو يحب العاب الفيديو لا مش هو ده السؤال does he score goals هل هو يسجل اهداف هو ده السؤال اللي هيسأله عمر عشان كريم بيقول نعم هو يهدف يسجل الكثير من الاهداف اما دي بيقول does he live in England هل هو يعيش في انجلترا مش هو ده السؤال اللي هو عايزه عمر بيقول لي كريم how does he help poor people كيف هو يساعد الناس الفقراء he gives them money يعطيهم المال هيدي اجابتنا ولا he plays with them هو يلعب معهم ولا he travels a lot يسافر كثيرا ولا he has a big smile لديه ائتسامة كبيرة هو يعطيهم المال نمر 2 بيقول choose a correct answer from a b c or d نمر 6 he is a or an هو a person هو شخص عايزين صفة لي من هنا he always helps poor people هو دائما يمساعد الفقراء يبه هو كده افرد خائف ugly قبيح kind طيب ولا scary مخيف هو كده اه kind person شخص طيب number 7 she haven't ولا hasn't ولا isn't ولا doesn't got long curly hair هي لديها شعر مجعد طويل طيب لديها دي اسمها ايه she ايه هو بس خلي بالك واجبهم كل الصفات دي نفي لو اثبت كنا قلنا she has طب معنا فيها نقول ايه she hasn't number 8 my father is والدي ما له ناخد ايه من الصفات دي he thinks before taking any decision يعني هو ينفكر قبل ان يأخذ ايه قرار يبه هو كده ايه sensible حكيم frightened خائف خائف او مرب بطيء هو كده sensible حكيم لانه بيفكر قبل اتخاذ القرار number 9 do you like هل انت تحب ايه انجليش اللغة الانجليزية learn ولا learns ولا learning ولا learnt قلنا بعد الافعال like dislike hate love prefer ايه بعضهم الفعل مضفل اي 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 جي number 10 i can انا استطيع هناخد ايه من الافعال دي but i can't ride a horse لكني لا استطيع ان اقود حصة اقول swimming ولا swims ولا swim ولا swim بعد كان او can't او could او couldn't هيجي بعدهم مصدر الفعل ينسوم فقط بدون اي اضافة number 11 mona is interested making clothes مونا مهتمة بصناعة الملابس ناخد interested ايه على طول ناخد حرف الجر ان interested ان يعني مهتم بي number 12 they use هم يستخدموا ايه من الحاجات دي because they can't walk لانهم لا يستطيعون ان يمشوا wheel chores اللي هي الكرسي بي عجل ودي جمع اللي هو الكراسي المتحركة ولا boxes صندوق pools حمامات السباحة ولا boards بمعنى الواح او صبورات هنقول ايه wheel chores كراسي متحركة number 13 i can't tell you انا لا استطيع ان اخبرك it is a post ولا secret ولا story ولا map it is a secret انه سر انا لا استطيع ان اخبرك بيه لكن post هنا بمعنى مكتب زي ما بنقول post office مكتب البريد story قصة map خريطة احنا عايزين نقول ان ده سر it is a secret number 14 ناخد ايه من الكلمة دي are what the person likes doing هي الاشياء التي او ما يحب الشخص ان يفعله features يعني ملامح fans معجبين او مشجعين copies هوايات ولا fools حمامات السباحة copies يعني هوايات هي ما يحب الشخص ان يقوم به او يفعل خلاص number 15 famous people الناس المشهورين have a lot of لديهم الكثير من ايه who like them الذين هم يحبونهم عندهم كثير من ايه pans مفردها pan بمعنى طاسة pins مفردها pin بمعنى دبوس ولا fans اللي هي مفردها van بمعنى شاحنة ولا fans مفردها fan بمعنى معجب او مشجع هيا دي لديهم الكثير من المشجعين او المعجبين كده وصلنا لحد صفحة 169 ان شاء الله هيتكمل مع بعض عندك على الثلاث وحدات واحد واثنين وثلاثة هنحلوهم مع بعض ونستكمل منهجنا بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته